معلوم أنه في القرن الحادي والعشرين لا يزال اللبنانيون يشكون التقنين القاسي في التيار الكهربائي حتى إنهم كادوا يعودون فيها إلى أزمنة الإنارة بالشموع والسراج لو لا توافر المولدات الكهربائية المملوكة من القطاع الخاص ومع ذلك ثمت قرى وأحياء ليست محرومة من هذه النعمة المكلفة وحسب إنما من التيار الكهربائي الرسمي كليا من هذه القرى حيوادي جهنم قضاء الضني في محافظة لبنان الشمالي الذي يقضن به نحو أربعين فردا يتوزعون على سبعة منازل تفتقدوا للتغذية الكهربائية منذ خمسين عاما على الرغم من المنشدات والمراجعات لغير معني ومسؤول بنطالب بدنا كهرباء ومشان يضوي علينا ونقعد نعيش مثل العالم ولا في دولة في شي وقعدين بأرض برية بالله على العتم معطوعين هون بدنا نطرين الدولة حتى جبلنا كهرباء لهون معلنا غير الله والدولة هذه المشكلة مزمني صار أكتر من أربعين خمسين سنة نحن حوالنا بشركة الكهرباء يقولون لنا بده يكون فيه أكتر من عشر بيوت وإنه هون عدد البيوت شي ست سبع بيوت ما فيه أكتر ويأمل سكان الحي أن يتدخل المعنيون ويضع حدا لحرمانهم أبسط حقوقهم على الدولة ترجمة نانسي قنقر